بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم وأ überhaupt ثم السلام عليكم أيها الأخوة вол Heaven wa Drakan قال رسول الله صلى الله عليه و عليه وسلم من أصبح و لم يهتم في أمور المسلمين في الناس باسلم ليس مسلما من يسكت على ذبح القضية الفلسطينية وتصفيتها فيما يسمى بصفقة العصر في الحقيقة الأراق وكثير من الشعوب العربية اليوم لا تتعرض للاحتلال فقط الاحتلال العسكري والسياسي وإنما تتعرض للاحتلال الفكري والثقافي أيضا وسطة الإعلام المتأمرك أو الصحي الذي يحاول عادة صياغة العقل العربي وتوجيهه إلى أعداء وهميين وصرف نظره عن الأعداء الحقيقيين له لو ذهبنا بالعراق قبل خمسين عاما وسألنا الناس عن القضية الفلسطينية رأيت الناس كلهم متعاطفين من الشعب الفلسطيني وكثير من أبناء الشعب العراقي حتى من كربلا أن أتذكر كان يذهبون إلى المنظمات الفلسطينية لكي يدعموها ويقاتلوا معها ولكن الآن عندما تذهب إلى الشارع وتسأل حتى المثقفين ما رأيكم بما يجري اليوم في فلسطين من تصفي القضية الفلسطينية بما يسمى صفقة القرن وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من دبح وقصف وحصار وتجويع وظلم واعتقالات واعتداءات يومية إما أنهم لم يسمعوا أو لا يريدون أن يسمعوا أو يقولون ما لنا ولم يجري في فلسطين نحن أيضا مبتلون بمشاكل اقتصادية وسياسية وأمنية وإذا تلاحظون ردود الأفعال أو التعليقات التي وردتنا على بعض المواضيع التي أطرحوها هذه الأيام حول قضية فلسطين وحول يوم القدس العالمي فكثير من الناس يقولون لهم لا نشارك أو أمالنا وفلسطين وقرأنا لكم بعض من التعليقات يوم أمس وسوف نقرأ لكم أيضا تعليقات أخرى اليوم حتى ترون طبعا بعض المتداخلين قد يشتغلون في أجهزة إعلامية خفية يعني مخابرات دولية لتوجيه رأي العام وخصوصا استغلال أي منبر أي صفحة مثلا منتشرة مثل صفحتنا ويحاولون أن يعطوا رأيهم ويوجهوا رأي العام وبعض الأخوة المعلقين يمكن عن بساطة أو عن سذاجة أو عن جهل أو عن أقد نفسية حاصلة أدهم تشوفون أدهم مواقف سلبية من القضية الفلسطينية وبحجة جواهية أو البعض يقول كما سأقرأ عليكم أنه إحنا وضع الاجتماعي ما أنه سيء لماذا لا تهتم بالوضع الاجتماعي طيب إحنا نهتم دائما بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ولكن الآن أدنى قضية تواجهنا هناك مؤتمرات للتآمر على القضية الفلسطينية الآن تعقد في مكة في مكة المكرمة اللي يجب أن تكون منطلقا لتحرير الإنسان وتحرير الأمة العربية والإسلامية وإذا بحكام السعودية يجمعون هؤلاء الملوك لكي يصرفوهم عن القضية الفلسطينية أو يغطسوهم معهم في التآمر على القضية الفلسطينية ويختلقوا عدوا وهميا هو إيران إيران التي لم تحتل أرضهم ولم تختص بشعبهم لا كل ما يجري في فلسطين هم لا يبالون ولا ينظرون والبعض يقول أنه الفلسطينيين مثلا قاموا بعمليات تفجير في العراق طيب ممكن بعض الفلسطينيين قاموا ولكن كم واحد عراقي قام بعمليات تفجير أيضا في العراق هل يجب أن نكره العراق والعراقيين من الدواعش الذين قتلوا وسبوا وذبحوا عملوا ما عملوا وبس للفلسطينيين عن الشعوب الأخرى أيضا السعودية التي كانت تدعم الدواعش والإرهابيين بالفتاوى علنا سنة 2008 إذا تذكرون فتاوى أربعين شيخ سعودي طلعوا واستباحوا الدم العراقي بأمر من الحكومة السعودية وليس وليس نصرفون من تلقاء أنفسهم ودعموا الدواعش بالمال والعتاد والرجال وكل شيء ثم جاءوا إلينا وقالوا إحنا أصدقائكم نريد أن نعطيكم ملعب تلعبون به وبعد ما تفكرون بعي قضية أخرى وقلنا لهم نعم شكرا جزيلا وإحنا أصدقائكم وأخوه وما بينعتنا شيء لماذا ننسى كل ما فعلت السعودية أو آل سعود بالعراق ونتذكر فقط ونضخم الأعداد أنه ألف واحد عشر تلاف واحد يمكن بعد كم سنة سوهم مليون واحد فلسطيني فجر نفسه بالعراق يعني أرقام عشوائية هكذا يطلقونا ثم يعني في فلسطين في ناس جهلة في ناس عملاء أيضا في ناس يقمعون شعبهم الفلسطيني وفي ناس يتجسسون على المجاهدين ويعطون احداثيات للعدو حتى يقصفهم في ناس خوانة في ناس جهلة في ناس منحرفين في كل شعب لا يوجد في العراق مثل هؤلاء وفي كل بلد يوجد ناس ولكن لا يمكن أن نحسب حساب القضية الفلسطينية على حساب بعض الأشخاص الذين مثلا اتخذوا مواقف سلبية من أدنى وإلا أيضا هناك أرقام يعني فيه أحيانا تحدث فتن وتحدث مشاكل وتحدث معارك بين أطراف مختلفة ولكن ثم يتصالحون ثم ينسون ثم ينصرفون ولكن لا يمكن أن ننسى القضية الفلسطينية تماما لأنها قضية مو فقط دينية مقدسة وتهم المسلمين قضية إنسانية الآن العالم كله أحرار العالم في كل مكان في أوروبا في أمريكا في كل عالم يتعاطفون مع القضية الفلسطينية اعتبار العرضية تعتبر عن نعب مهجر من أرضه ومحتل ومقموع ومضروب ويهدف إلى تحرير نفسه وبناء سلطته الوطنية مثل ما كان أيام زمان جنوب أفريقيا مثلا العالم كله كان يهتم بالتمييز العنصري في جنوب أفريقيا والآن هناك نسخة جديدة أبشع من نسخة جنوب أفريقيا سابقا التي كانت تعمل التمييز العنصري بين البيض والسود قبل شهر الإسرائيل الإسرائيل في قناة الإسرائيل رقم 13 أذاء التصريح لأحد حاخمات إسرائيل والآن أقرلكم نصة وشوفوا ماذا يقول وماذا يفكر وكيف يفكرون هناك نظام حتى لو سحقوا الدولة الفلسطينية ولم يعترفوا بها ولم يعطوا الفلسطينيين دولة يريدون أن يكون من هذا الشعب عبيدة لهم مو فقط موطنين من درجة ثانية لا هذا في عقليتهم في كتاباتهم وشوفوا كيف يعبئون أبنائهم وتلاميهم وجودهم على هذا التقافة العنصرية هذا يوم الثلاثاء 30 نيسان الماضي أذاعت القناة الإسرائيلية محاضرة للحاخام الإسرائيلي ألي عازر كاشتيل محاضرة ألقاها في الأكاديمية الحربية الإسرائيلية يعني هذا العقيدة الإسرائيلية يعبئ النناس يعبئ الجنود بهذه العقيدة بني ديفيد أبناء داود اسم المحاضرة جاء فيها نعم لقد كان هتلر محقا مئة بالمئة في قوله بوجود جنس متفوق جنس سيد على بقية الأجناس في هذه النظرية نازية الآن تكرر في إسرائيل ويستطيع هذا الكاتب اليهودي أو الحاخام اليهودي فيقول إلا أن هتلر كان مخطئا في اعتبار أن الجنس الألماني هو الجنس السيد على بقية أجناس الأرض الحقيقة أن اليهود هم الجنس المتفوق وجنس السيد يعني هكذا يريدون أن يسودوا المنطقة يستعبدون المنطقة كلها نحن يصبح أبيد وأيضا ماذا قال هذا الحاخام وقال لك كانت أكبر خطيئة قاء العبودية بالعالم العبودية يجب أن تبقى بكل صراحة وبكل وقاحة يتكلم ونحن غافلون ونصور هذا شعب طيب جايد يعيش بنا بسلام وليش الجماعة يعتدون عليهم ليصير الغييم الغييم باللهجة الأبرية يعني الأجانب غير اليهود يعني الغير اليهود عبيدا مملوكين اليهود هذه إرادة الرب مو فقط يردون ناخذون الأرض لا يستعبدون الشعب والشعوب المحيطة حولهم وهذا طبعا وبعد أضاف طبعا بالصوت والصورة التلفزيون الإسرائيلي قناة الإسرائيلية 13 أذعته كله يعني هذا لو واحد مسلم كان قال الكلام كان عام الدنيا ولم يقعدوها عليه أو واحد أي مكان بالعالم أيضا هذا شيء مرفوض ولكن هذا مسموح لهم لأنه هاي مخطط هذا هو مخطط يقول يدعو إلى استعباد غير اليهود الأغبياء والعنيفين بسبب دنيتهم الجينية هم حقراء دنيين غير اليهود هم دنيين وأضاف الحقام نحن محاطون بشعاب بشعوب تعاني من مشاكل وراثية أدو مشكلة وراثية ذو العرب والمسلمين اسأل عربيا بسيطا أين تريد أن تكون يريد أن يكون تحت الاحتلال يريد أن يكون عبدا هو العربي يريد أن يصير عبدا طبعا فيه ناس نماذج من حكام الخليج وغيرهم اللي هما يدعون أنهم ملوك بس هما حقيقة عبيد ويصور كل العرب وكل المسلمين مثل ذول ملوك ألف لان وألف لتان يريد أن يكون عبدا لماذا لأن لديهم مشاكل وراثية وانحطاط في جيناتهم شوف شكرا أنصري هذا شكرا يعني فهم لا يعرفون كيفية إدارة بلدي ما حتى يجبون اليهود يحكموهم ولا يعرفون كيفية القيام بأي شيء أم ليه ويؤكد كاشتيل إيمانه بالعنصرية ضد غير اليهود علنا بصراحة وليعبئ الشعب وليعبئ الجنود وهذا ما قاله علنا و آلاف مثل لا يقول ذلك علنا ويقولوه سرا وفي كتبهم أيضا هذا شيء مكتب موجود فإذن نحن أمام فئة عنصرية تحاول استعباد المنطقة والسيطرة عليها بكل الطرق وفي عدنا مجموعة حكام منفصلين عن شعوبهم مسيطرين على بلادهم بالقوة والإرهاب ولذلك خايفين من الشعب والثورات والشعب ولذلك يلجئون إلى أمريكا حتى تحميهم يلجئون إلى إسرائيل حتى تدعم أمريكا حتى تطلب من أمريكا أن تدعم هؤلاء الحكام في السلطة ف هذه الأنظمة المستبدة هي التي تستعبد الشعوب بالنيابة عن إسرائيل وأيضا هي تكون عبدة لهم لكن رغم هذه الحقيقة الواضحة كثير من الناس يعني الإعلام الموجهة الآن الإعلام المحتل المستعمر في بلادنا هذا هذا العام أنه ما خصنا بالقضية الفلسطينية وبصراحة صحفين الخليج دائما يتحدثون أن لا إسرائيل أصدقائنا وأحبابنا وأحنا أولاد عام وإحنا كذا ويبررون لهم المؤسف أنه في العراق اللي قلعة من قلع الأمة العربية والإسلامية أن يصل بي الحال إلى الثقافة العامة رأي العام يشوه ويمسخ ويمسخ بهذه الصورة بهذه الثقافة الإسرائيلية الصيونية وطبعا لا بد أن نتحدث عن دولة المرجعية المرجعية الناس والغافلة المتبطئة وال شنو أقول عنها بعد التي لا تحرك ساكنا ولا توجه الناس بالثقافة الصحيحة وبالفكر الصحيح وتحاول أن تحافظ على نفسها طبعا هذا أيضا نوع من الاستبداد أن يجي واحد يقولك أنا مرجع ديني مثل آل فلان وآل فلان اللي بالخليج إحنا قدنا بعض المراجع أيضا يأخذون مرجعيتهم وزعامتهم على الناس على الشيعة بتحالف مع أمريكا وبالتحالف مع بريطانيا وربما حتى إسرائيل ما قد ما نعا بس يصير زعيم بالليبط ديني ما نفعل عندما يصبح زعيما يستخدم كل سرطة وطاقتة في تخدير الناس وفي تحريف الفكر شوفوا الآن بكرة يوم الجمعة يوم القدس العالمي كم خطيب جمعة سوف يخرج ويتكلم عن هذا اليوم أو يتكلم عن قضية فلسطين لا جماعتنا بالنجف يردون ينؤون بأنفسهم عن إيران ليكونوا يتهموهم هؤلاء تابعين لإيران أو كذا لا بعدين بعدين يكسرون مرجعيتهم أو سقطوهم أو كذا ما يصير فهنا الآن نحت الاحتلال في الحقيقة حتى مرجعيتنا تحت الاحتلال وفكرنا تحت الاحتلال إلا ما شذ يعني إلا ما شذ حركاتنا الإسلامية تدعي بالإسلام طبعا في ناس مجاهدين وفي ناس مقاومين وفي ناس مهتمين وسوف يخرجون في يوم القدس ويتفاعلون ومهتمين بالقضية ولكن في أيضا أناس ممسوخين بكل الأزياء وبكل كذا وأنا أتأسف بعض الناس يدعون هم مثلا بعثيين أو قومين عرب أو كذا ومع ذلك أشوفوهم ما يدفع لنا هذه هذه طيب خلنشوف علي اللامي عندما وضعنا هذا العنوان أنه ليس شيئيا من لم يهتم بقضية فلسطين قال رسول الله صلى الله عليه وعليه وعليه وسلم من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم مسلم لازم يهتم إذا يعني مرض أظم من عنده تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحما إحنا كنا أم واحدة هذا الشعور شعور الأمة الواحدة دمر في منطقتنا حتى برجال دين بمراجع منطق أقليمي ساير أنه مخصنا إحنا مو أم إسلامية إحنا مو أم عربية إحنا عراقيين فقط إحنا كويتين فقط إحنا مثلا مصريين فقط على الأسف الشديد المفروض بأي عالم مثل الحكام حكام الدول عدهم منطق المصالح والألاقات السياسية يقولون إحنا أنا مثلا مسؤول العراق مثلا حاكم العراق أنا أهتم بمصالح العراق بس أنتو كعلماء دين ومراجع تدعون أنتو من نواب الإمام المهدي حكام شرعيين ليش أنتو تفكرون أقليميا وما تفكرون إسلاميا ما تفكرون كأمة إسلامية هناك مسلمين على يمينكم وشمالكم يتعرضون لحروب اقتصادية وحروب عسكرية ومقاطعات وظلم وجور وأنتو وأنتو ساكتين وما تبالون ما عليكم بالقضية هذه فكيف تكون جيد أنت على التل في معركة الحق والباطل لا تنصر الحق ولا تخذر الباطل هذا في شك في دينك في إيمانك في تقواك في وراءك في علمك في أي شيء كيف تكون أنت أصلا تدعي الدين وتمثيل الدين ومراجع ديني وما تهتم بقضايا المسلمين فالأخ علي اللامي يقول للأسف شعب العراق دمر منه أجيال وما زلنا ندفع الثمن من أجل فلسطين وسوف تدفع وسوف تدفع ستلال من أجل سحق القضية الفلسطينية تدمير سوريا لماذا من أجل سحق القضية الفلسطينية محاصرة إيران لماذا اليوم من أجل أن تكف عن دعمها عن القضية الفلسطينية هذا طبعا أنت ما يتعرض بالاحتلال تضطر دافع عن بلدك ولا أيضا تسكت وتخنع وتقبل بالاحتلال في ناس قبلوا في ناس قبلوا خلص حتى الاحتلال والغزو إحنا ما علينا يخلي يغزونا وخلي يحتلونا في منطق هذا المسائد الآن هاي الثقافة الاستعمارية مو فقط العسكر وبالسياسة مسيطرين علينا حتى بالثقافة أنه علماءنا مع الأسف الشديد مراجعنا الكبار اللي خانقين وساكتين ويقول لك ذول المراجع يبقى ينثق كف المجمع أن المرجع يجي يقول لك أنت الناس اللي قلدوا بالملايين مثلا يقول لهم أنت لازم تكونوا أحرار لازم تكونوا مستقلين لازم تكونوا أعزاء تقاومون المستعمرين يصبح حركة شعبية في الشارع الناس يبدأون يفكرون صح وعندما المرجع ينقلب على ذاته وعلى دينه ويخنع فيبث روح الإسلام في الأمة وحل الخنوع والذل في الأمة طيب العراق عرض الاحتلال هناك في ناس قاوم واحتلل وفي ناس لا لك نتعاون إياهم بل نستفيد من عدهم سواء بالعراق أو بفلسطين أو بسوريا أو بإيران أو باليمني أو بأي مكان آخر في بعض الناس اللي أدهم إسلام صحية ويفكرون الإسلام صحية يضرون إلى كل القضايا بشكل مترابط عن كلها معركة واحدة بهجمة على الأمة العربية والإسلامية واحدة من أجل تصفية القضايا المختلفة وعلى رأسها قضية فلسطين أجل نهب ثرواتنا واستعمارنا وتعباد وقدمت مخلب القط شوفوا كيف يفكرون بهذه الطريقة أنه لازم نستعبد العرب دولا ما يستهلون هم في جيناتهم في جيناتهم دونية أكو ولازم هم يحبون أن يكونوا عبيد فهذا منطقة في مقابل هذا هذه الثقافة الاستعلائية الاستكبارية الصهيونية النازية الجديدة طبعا في مقابلة يقولك ايه والله نخلي نكون عبيد خلي نستسلم ما خصنا بالقضايا الأخرى وقدم وقدمنا كثير وقدمنا 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 والبعض يقع في يعني هاي الخطأ في التفكير الأخفاض الكاظم شوي للسعيدي يقول المسلم من سلم الناس من يده ولسانه والحمد لله نحن كعراقيين وكشي علم نسلم من إذاء الفلسطينيين لنا طول الزمن يا زمن ميت سنة صار لك يأذوك لو كم واحد مثلا فجر نفسه من بين آلاف الناس العراقيين والعرب والأفغان والهنود اللي يجعوا بالعراق وفجر نفسهم أنت جلت وحكيتهم علينا في الأهد الجديد شلون كل شعب الفلسطيني صار ضدك ولا أنت أيضا صار ضد الفلسطينيين لذلك لا دخل لنا بمشاكلهم مع الشعوب الأخرى خلص أنت إذن تخلى عن دينك وعن إسلامك وعن تشيعك إذا كنت فيعي مثلا بعد معليك بأي قضية أخرى شنو تروح الزور وتجي ويوميا امتعب نفسك وعلى شنو يعني زور الحسين أو زور عد بن أبي طالب غير تستلهم منه ثقافة الأزة والكرامة والإباء هاي هات منه الذلة لو ناسي هالكلمات فقط تقبر أو تبع الشاعر الأراقي ما حطل صورت لكذا لا اسمه ما معرف منه وهذا يقول وما دليلك على صحة هذا الحديث وإلي حتاج إثبات هذا الحديث أنت كإنسان منطقة العالم كله يتعاطف مع الشعب الفلسطيني هذه الأيام وحركة المقاطعة في البرمان الأوروبي وفي الحركات اليسارية أو التقدمية في العالم مثل ما يتعاطف أي قطعة في العالم وأنت تقول لا أنا ما علي به الشعب اللي هو جارك بصفق على حدودك صعير فلسطينيين وين على حدود الأراق الغربية نظم حسن يقول بس الشيعة مهتمة وذا حروحها على فلسطين وبقية العرب تتفرج والنوب إحنا المكروهين طيب وما هذا الإعلام لأنك تناصر القضية الفلسطينية الإعلام الصهيوني يحاصرك يحاصرك ويتكلم عليك وفيه افترض ناس يستسلموا وخانوا وراحوا هل يسقط الواجب عنك يعني أنت كمسلم أو كشيعي أو كعراقي أو كإيراني لا ما يسقط الواجب عنك ما تقول يعني الناس إذا استسلموا الآخرين إحنا شو خصنا بالموضوع هذا مو منطق صحيح يا أخي العزيز محمد أحمد أيضا يردد نفس الكلام ما للسابقين الفلسطينيون هم أكثر الناس يكرهون الشيعة وأنت خوالب جاهزة يعني يعني خلافات طائفية وبالشيعة وداخل العراق بس أنه الشيعة ما كان واحد يكره الثاني سابقا وبعدين اتحدوا وقعدوا وصووا نظام واحد وعاشوا مع بعض يعني هذا ما يصير واحد يستغل الأشياء التاريخية أو السعوديين يحبون الشيعة ويحبون العراقيين مو قبل 200 سنة هاجموا كربلا ونهبوها وحرقوها وقتلوا 2000 الإنسان لترى الآن لازم نسوي علاقات طبيعية ونروح ونجي وإخوان وإصدقائنا ويسويونا ملعب ونلعب يعني ما يصير واحد يوقف عند الأوقاد التاريخية أو الأوقاد الطائفية الشعب الفلسطيني أيضا يعني أيضا يحترم شهداء العراق من أجل فلسطين ومقابرهم لا تزال موجودة كما الأخ أبو علي سماوتلي الحسناوي نشر صورة مقابرة العراقيين في فلسطين وفي الأردن والمقابر اللي كانوا يقاتلون فيها واحد واحد المدفعية الملكية لجي العراق كانوا 40 معركة جنين في يعني العراقيين كانوا موجودين وشعب الفلسطيني ما كان ينظر هذا شي عيو اللي سني في نص دواعش في فلسطين عدوا موقف مثلا أو وهابيون عدوا موقف سلبي من أجل يعني من الطرفين من الفلسطينيين يكرهون الناس بهم ومن العراقيين يكرهون نفس بهم وبالتالي يجب إحنا نتحارب ونتقاتل ونتباع واحد ما يفكر بذاني وخلي الدول الإسرائيلي مثلا هو يسيطر علينا خلي يحتل مزيد من أراضي كل يوم هذا مونطق هذا يا أخي العزيز إيه يعني يعني منطق مبتذل أيضا لبعض الناس عندما تتكلم عن قضية فلسطين رأسي يقول لك مثل نزار محمد مدشنو اللي مهم ما حصورته وأنا أشك كل واحد ما يعني يبرز هوريته حط لطورة ولا حط لوردة ولا حط لأنه هذا قد يشتغل في أجهزة الإعلام السرية يعني هذا الذباب الألكتروني ولا كذا يعطي لك أسماء وهمية يقول لك روح الفلسطين ودافع مع أخوانك الفلسطينيين الحدود مفتوحة هم مو ناقصين مقاتلين الفلسطينيين حتى أنا رح قاتل ومي يحتاجون لا إلك ولا إلي حتى رح نقاتل إنما أنت تهتم بهذا القضية تستنكر على أكل يعني إذا أنت كن إنسان كن مسلم كن إنسان يهتم بقضايا المظلومين ولا تقلب الأمور رأسا على عقب ويطلعون مثل الإعلام الخليجي هذه الأيام أن يطلعون الإسرائيليين هم المظلومين والشعب الفلسطيني هو الإرهابي وهو الذي يقتل بالإسرائيليين مو يدافع عن نفسه لا الشعب الفلسطيني يريد ياخذ أراضي اليهود أبو حي السلطاني يقول أحسنتم فيصل المندلاوي يقول ليس مسلما من لم يهتم بما يجري على بلده منذ دخول المحتل الأمريكي أين غيرتك وأين كنت في كل عام حتى تتذكر في الإسرائيليين وإن كانت مجرد شعارات لأكثر هذا أيضا منطق معين أنه يعني نحن بلدنا طيب أنا دائما مهتم بقضية بلدي وفي نفس الوقت يعني ما يصير أهتم ببلاد أخرى وبمعركة كبرى وفقة القرن هذه مو فقط يعني مشروع صغير مشروع شامل تدمير المنطقة كلها ومنها احتلال العراق تمهيلاً لهذه الصفقة منذ أقود من الزمن هذا ما عرف منطقة شلون ثقافة الناس يفكرون الأخ ينصحنا الأخ فتحي مختار أترك السياسة أحمد يعني شنسوي بعدين نقوم نسول في الثقافة وبالتاريخ وبالأمر الطائفية شنسموا ماذا بعدين سياسة جزء من الدين أنت كمسلم مفروض عليك أن تنصر وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين في الأحيان يعني لو أن أنت الناس مستضعفين مظلومين بجوارك وأنت تغمض عينك ما تهتم خلي نفسك مكانهم ممكن تقول ليش الناس ما يهتمون بنا ما يساعدون ما يحررون ما ينصرون ليش الآن شعب يسحق ويباد وانت تسكت ومتى الواحد يتكلم أيضا تتفق الأول كالمسلمين والنفر تهدأ وبعد كده اللي راح حيرجع هذا يبدو أخ مصري يعني من له يشتيعني الله أعلم فما يعجبه طبعا العلام المصري الآن اللي مطبع مع صهاينة ما يعجبهم أي واحد تحدث عن فلسطين أو تحدث عن صفقة القرن أو المؤامرات التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني الآخر من خلص عمي والأصحيح ليس مسلما لم يهتم بقدمة فلسطين وعلى رب الله صلى الله عليه وسلم من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم أمور المسلمين يعني أكو بعض الأخو متداخلين منطقهم جدا عبط حقيقة طب وشتم وكذا عبارات غير لائقة يعني ما عرف مدفعين فعلا مصدقين من نفسهم يتكلمون بهالطريقة هذه الأخ حميد ألبو يقول كل هذا الهجوم والحصار على الشيعة من الأربان وأسيادهم على إيران لأنهم مناصرون ويدعمون حق الفلسطيني ليس إلا لا يجوز أن نتهم من دفع الدماء والأنفس في سبيل خلاص العراق من داعش المتوحش الذي هتك الأرض والعرض ونستوى مع المهمين يحاول أحد الأخوان أزعل الوصال يقول وهل قضية الجياع والمعوزين في العراق ليست من أمور المسلمين ماذا تقول يا صاحبي ونقل لك مو من أمور المسلمين أنت تكلمت حول الموضوع نحن تكلمنا ونتكلم دائما وإذا عدنا قضايا في العراق عدنا جياع عدنا مظلومين وعدنا كذا لا يعني أن نسكت عن قضايا أخرى أكبر وأكبر وأخطر وأكثر هيبقى مئات السنين ربما عندما تستغل منطقة وترسم الخرائط الجديدة فعذا يورر أخي العراق يا أخي خزعلي شياع ومعوزين كل الصحيح ويجب أن نعمل من أجل رفع الظلم عنهم ولكن لا يعني أن نسكت عن ما يجز في فلسطين اليوم ويوم القدس المسلمين أيضا ما نهتم فيه ولا نشارك ولا كذا ومعلينا الأخ كريم المعموري يقول اذهب وأولادك حرروا في فلسطين وأخبرهم ألا يرسل لنا بهائي المفخ نفس الشعب المنطقة حقيقة هذا أيضا خطة صهيونية لإبعاد الشعب العراقي وطبعا الأعلام يضخم الأعلام المتصهين والمحتل هو يضخم هذه المسائل بحيث أنه تنفصل عن القضية الأساسية وكما قلت لكم أنهم سعوديين يرسلون آلاف هذا الانتحاريين وبعدين نجو إحنا أصدقائكم لا مو مشكلة ما نشير وياكم عباس العابد حط لبنان عرفه من لبنان وغير لبنان أيضا ما حط صورته يقول ما لنا ولي فلسطين إحنا شو خاصنا إجوا اليهود محتلوا بلدك محتلوا لبنان ودمروا وقتلوا وقصفوا 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 كل شيء ولا يجعلون يحتلوا قطعهم لبنان وأيضا لو لع المقاومة كان اليهود باقين في لبنان ومثل الجولان ومثل الغيرة علي أبو محمد هذا ينتبه لحركة إسلامية حركة الشخ العقوبي كما يقول هو حصرت الشخ العقوبي على صفحته ومن التارى الصدري المفروض يكون المفروض فيه يعني يتذكر كلام السيد الشهيد الصدري رحمة الله عليه أنه كله كله أمريكا كله كله إسرائيل ولكن ما أعرف شوه صار رغنيا ثقافة القلوب ومناس ممشوخين يقول خلي نحرر الكعبة المشرفة من الاستعمار الغربي بقيادة أمريكا وإسرائيل والوهابية العملاء وبعدين نحرر القدس لارا خلص يعني وصلنا بالطريقة نفكر يعني شوه 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 المنطق هم عمليا واحدة يعني سيطرة على مكة وسيطرة على العراق وسيطرة على سوريا وسيطرة على مصر وسيطرة على فلسطين معنى كواحدة ما يمكن نحن نأجل شيء بعد شيء آخر ونقول نفكر من كده وهذا يعني كم يقولنا في توقعك يا أخ علي ثم أشوفه كيف يتكلم الآخر ثم قل لي بالربك لماذا نرى قاسم سليماني يتجول في أغب العواصم العربية المدمرة ولم أجد هو يتجول في القدس هذا صحيح كلامك يا أخي هل تتابع ما يجري أنت لو نايم ورايح غافل في مكان ثاني سمعت اليوم المؤتمر والمهرجان الذي يقيم في غزة لرفض طفقة القرن وشوف قادة حماس والجهاد والمنظمات الفلسطينية الأخرى كيف يتكلم كيف يتحلثون عن دعم إيران المالي والسياسي والإعلامي والعسكري والتقني الخبرات التي يعطوهم إياها بما صنعوا المقاومة من صنع هذه المقاومة في فلسطين إيران ومقاسم سليماني وتقول لي ليش ما يجول في القدس يعني لازم هو يشير السلاحة ويروح القتل في القدس أو الذي يصنع مقاومات الصمود والمقاومة باعتراف باعتراف كل قادة الشعب الفلسطيني المقاومين حقيقة أنه إيران وسوريا وحزب الله وذلك ولي ولي وقالين مع الشعب الفلسطيني وجاي تعير قاسم سليماني ليشمي يدعم ليشمي يرحي يقاتب القدس يعني معلوماتك جدا ضعيفة يا أخ علي وأنت ملتي للقضايا الطائفية والقضايا القديمة ودافع عنها بحماس وتنفع الأحيانا وتنسى هالقضية منك مو مقبول أنت رجل ابن حركة إسلامية وابن التيارة صدري وربما كنت مقلد الشهيد الصدر فهذا كلام منك مو صحيح مو مقبول شيخ عماد الكبلائي الفتلاوي يقول أستاذ من كل اهتماماتك سياسية يا ريات شوية السلط على الأمور الاجتماعية التي يجب أن نتحلى بها الشيعة فأين التكافل الاجتماعي وأين المساواة في المجتمع وأين من مدد العام الفقراء والمساكين والإجامة كل موضوع يراد له بحث والسؤال الأهم لماذا الشيعة فقط هم من الفقراء عليكم الله هذا كلام في محلة يعني إذا الأمور الاجتماعية فأدنا مناكل فيها لازم نفكر بقضية أخرى أيضا من واحد شيخ مثلا شيخ في كربلا وأكيد عنده ثقافة الحسين وثقافة علي بن بطالب يتكلم بهال منطق هذا وبعد يقول لي كما ما سياسي يعني شون نحن نتكلم بالقضايا الثقافية بالقضايا الفكرية بالقضايا الاجتماعية إذا في اليوم تكلمنا شي سياسي أو قضية يعني حية فلازم ما تتكلم لازم شيوخ أنت يعني أنت ما تتتكلم أو ما تتكلم المراجع إذا هم سكتوا وما تكلموا وطبعا الشيوخ البقية التابعين لهم أيضا ما تتكلمون شوفوا التابع شلو من القيادة ودائما القيادات أو مراكز القيادة تغتصب من قبل المستعمرين تتوجه ويهيمنون عليها بالريمونت كنترول بعد أن يوجهوهم إذا أن يجي واحد شيخ مثلا يتكلم بهذا المنطق ليش تتحدث عن فلسطين ليش تتحدث بالسياسة بشو نقدر نتحدث عماد صابرين يقول أستاذ أحمد المسلم هو مسلم وحسب فليس شيعين وليس سنية زياد حميدان يقول قضايا محاربة الفساد وتأمين العيش الكريم لشعوبنا تأتي في المرتبة الأولى من الأولويات هذا أيضا صاعدنا النزاع أو نقاش حول الأولويات يعني ماذا يعني إذن ماذا أدنى مشكلة اقتصادية وأدنى مشكلة تأمين المعيشة فحتى بالكلام حتى بالتظاهر حتى بالصوت أو بالقلب ما أعلن بقضايا المسلمين ما هو الاحتلال واحد يعني من الذي دمر العراق الآن الاحتلال الأمريكي دمر العراق وبالتالي هو الذي دمر سوريا أيضا دهب بولين بول الخارجي الأمريكي بعد احتلال العراق إلى بشار الأسد وقال لو أنت اقطع دعمك عن المقاومة الفلسطينية وأن لا تعرف ما نفعل بك ندمرك وهذا اللي حدث كلها معركة من أجل فلسطين صدر مائة سنة المعركة مستمرة رحمن السوداني ما أكثر الكلام الذي يطلق جزافا أي حال يعني شي غريب من بعض الأخوة أنه تكلمون بمقاومة يعني انفعالي وعاطفي وسبو شتم وكذا ومعلي أنا بالقضية وهذا يعني إما هم بعضهم يوجهون الكلام وبعضهم مستقبلين الكلام هذا الأعلام الاستعماري أو الفكرة الاستعمارية أنه إحنا ما خاصنا بالقضية هذه فلا الدوخون نفسكم ولا الدوخون بعد لا يث محيي العرب هم أول من باع فلسطين وخاصة دول خليج العرب طي هم معلنا نبيع القضية لسه مؤتمر هذا نعم في حرين ولكن شن نحن معسوياتنا هم باعوا باعوا شو خاصنا فيهم إحنا الروح نطبع وياهم الروح يعني نأيدهم ولا نعبر عن موقفنا وعن ضميرنا وعن ديننا وعن ثقافتنا وعن وطنيتنا الأخ أمجد حسن يقول بارك الله فيكم ومعطال الله عمرك أستاذنا الفاضل على كذا وكذا الصادق إسماعيل عبد الله يقول أحسنتم يعني إن شاء الله نعمل تكون ثقافة ثقافة إسلامية حية وثقافة بالخصوص ثقافة الشعية يعني إحنا أدنا علي بن بطالب وأدنا الحسين ما يجوز إحنا نكون مثل الناس اللي يتبعون مثلا مرور من الحكم أو يتبعون يزيد بالمعاوية ذلك عدم ثقافة ثقافة الظلم والطغيان والاستبداد يعني يمكن يكترفون أي شيء بس إذا أنت عندك ثقافة علي والحسين فما لازم تكون تتخلى عن كل القضايا وتفكر بنفسك فقط الأخ علي منير الكبيسي يقول خسارة القضية الفلسطينية تفديد كل المنطقة المقاومة في لبنان أولا فضل الله جهاد شعب المقاومة لنتهى لبنان وسوريا والعراق والأمة المشروع وقتها أسسه مشروع أساسه مشروع الشركة الأوسط الجديد كل ضرر في أي دول عربية نكلم على جميع الدول العربية أحمد أبو علي يقول الله يفتح عليك ومنطقك الرائع حماك الله من كل مكروه الأخ أبو أمو بعري كافي رجعا كأنك تتكلم بمنطقة بالنصف قرن نعم تتكلم بالنصف صحيح وانت تتكلم يعني بأي منطقة منطقة الآخر يعني السائد منطقة يقول كفى أستاذ لقد وله هذا الفكر القومي الشوفيني ولا صلى لنا بفلسطين أيضاً ما حد صورة الأخ أمو باري في الاسم غريب عجيب يعني كنا لهم حطباً في كل نائبة وكانوا علينا حمالة الحطب أتعجب على البن الشيعة لقادة فلسطين وقادة فلسطين يتفاوضون مع الإسرائيليين هذا في مغالطات عديدة أولاً الفكر القومي ليسوا شوفيني الناس هنا عرب أو مسلمين دين ندافع عن قضايان شوفيني عندما تروح تحتل بلد آخر بعقلية نازية وتستعبد الشعوب الأخرى الفكر الصيوني هو الذي يحاول استعباد الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والشيعة ليش تبنون قضية فلسطين تتحجب من عندهم قادة فلسطين من اللي يتفاوضون مع الإسرائيليين قادة حماس والجهاد والنظمات الأخرى التي تقايم وقدم معها يومها وهي صار لهم سنة وكسور مسيرات كل جمعة مسيرات العودة إلى أراضيهم وقرهم اللي هجروا منها ووضعهم في مخيمات في غزة هؤلاء يتفاوضون مع العدو إنما ملوك العرب العملاء الذين يتعاونون معه ويتفاوضون بينما ما يصير يعني واحد بهالطريقة حتى لو افترض نأجه واحد رئيس تفاوض مع إسرائيل يعني القضية يجب أن تموت ونهب للشعب تماما هذا هاي ثقافية يعني مقصودة بالحقيقة لإبعاد الناس عادي القضية نعم فيه أخوة كثيرون يقدمون تحياتهم وسلامهم حمزة بن أحمد يقول ألا ترى أستاذ أن السبيونية العالمية هي سبب الضغف العربي طبعا هم يعني الأمبريالية الأمريكية والصيونية متحال فيه مع بعض وعدهم مخططات وكثير من دول الغرب الأخرى لمشاركة واليوم مشاركين لتصفية القضية وسيطرة على منطقتنا كلها واستعبادنا هم لا بد أن نتحرر في كل بلد حتى نستطيع أن نحرر الشعب الفلسطيني علينا أن نتكاتف جميعا ونبتعد عن الثقافة الطائفية وما يفرق بيننا نتحد من أجل تحرير بلادنا وتحرير أمتنا بسورة عامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 وبركاته